اشتركوا في القناة الثالثة دي الملف طلاب اربعة بالضغط على ايكونة اكثر تحديد مكان الملف طلاب اربعة بالضغط على الزر فتح سوف هتظهر امامنا قاعدة بيانات طلاب اربعة السؤال التالي انشئ استعلام في طريقة عرض تصميم لاستعلام عن الطلاب الذين يسكنونا منطقة الروضة انشئ هنزعب لقائمة انشاء تصميم استعلام هنحتاج جدول بيانات طلاب اضافة ثم اضغط على امر اغلاق ثم اكون باضافة اسم الطالب وهي المنطقة ثم اكون بكتابة الروضة كما هي مكتوبة يعني تأمر بوطة تأمر بوطة كي يكون الاستعلام صحيحا ثم اكون بحفظه كما هو مطلوب مني في وركة العمل باسم طلاب منطقة الروضة طلاب منطقة الروضة طلاب منطقة الروضة السؤال التالي شغل الاستعلام بسم مكتوب عدد السجلات نكون بتجريل الاستعلام بالضغط المزدوج عدد السجلات او اسماء الطلاب اللي ظهرت سبع اسماء سكنين في منطقة الروضة نكون باغلاق هذا الاستعلام السؤال التالي في طريقة عرض تصميم انشئ استعلام متغير يظهر يظهر اسماء الطلاب وفقا للمنطقة السكنية استعلام متغير انشاء استعلام متغير انشاء طريقة عرض تصميم هحتاج جدول بيانات الطلاب اضافة اغلاق اسم الطالب والمنطقة متغير سوف استردم الاقواص المربعة الاقواص المربعة ثم اكتب اكون بكتابة الرسالة التي سوف تظهر ادخل اسم المنطقة ادخل اسم المنطقة ثم اكون بحفظه باسم مناطق كما هو مطلوب في وركة العمل بالضغط على زر موافق اكون بتشغيله سوف اضحر امامي نافذة ادخل اسم المنطقة فمثلا الفروني ضغط على زر موافق سوف اظهر لنا ان طالب واحد فقط هو سكن بمنطقة الفرونية نكون بتشغيله مرة اخرى نكون بتشغيله مرة اخرى الصرة ضغط على زر موافق سوف يظهر لنا ثلاث طلاب سكنين في منطقة الصرة وهكذا فلذلك يعتبر الاستعلام متغير السؤال التالي انشئ استعلام يظهر اسمها طلاب موليد الفترة من واحد تسعة سبعة وتمانين الف تسعمية سبعة وتمانين الى واحد تسعة تسعة وتمانين سوف يحفظ الاستعلام باسم استعلام موليد فترة انشئ استعلام يبقى انشاء استعلام في طريقة عرض تصميم بيانات الطلاب اضافة اغلاق اقوم باضافة اسم الطالب وتاريخ الميلاد اسم الطالب وتاريخ الميلاد في المعايير في حقل تاريخ الميلاد نقوم بكتابة between التاريخ الاول and التاريخ الثاني ثم نكون بحفظه باسم استعلام موليد استعلام موليد فترة استعلام موليد فترة السؤال التالي شغل استعلام موليد فترة ثم نكتب عدد السجلات نقوم بتشغيله هؤلاء هم الطلاب اللي سكنين في منطقة التاريخ ميلادهم يتراوح ما بين تاريخ 1-9-1987 إلى 1-9-1989 وهما 13 سجلا 13 سجلا مكتوب اسفل وبذلك نكون انتهينا من ورقة عامل 9-9 الحمد اشتركوا في القناة